اشتركوا في القناة بس نقلبت على اكتر على البيوتي وصار عنده خبر اكتر بالبيوتي فخبرينا كيف نقلت من بوليتيكال ساينس لالبيوتي تيبس او بيوتي اصد لكي هاي الشغل اليوم الواحده يكون عنده باشن في يعني انا تقريبا مشي سبع سنين كنت بكتوب بلوغ يعني قبل ما كان في انستغرام كان في شي اسمه بلوغين عملت بيج على فيسبوك ونزل فيها ارتكلز او مقالات اكتب فيها مثلا اشياء خاصة بالبيوتي وكيف الوحدة فيها تهتم بحاله مع الوقت يعني انا بكتوب لعدة مجلات سرط بخصوص هذا الموضوع جعت نقلت ع انستغرام وصرت شارك هذا الشي على يوتيوب وعلى انستغرام وبعمل اليوم كنتنت خاصه بالبيوتي وكيف الوحدة فيها تهتم بحاله اكتر ماريلين كيف تشوف انا متابعيني كيف تعملي قصص ماسكيت تعملي قصص برودكت من ادوات من البيت وحتى من الفروت او من الخضرة كيف تعمليون وكيف تكتشفيون اذا بدك وكيف ما بتخافي حسسوا بشرتك لما بتجربي الاول مرة انت لكن اليوم انا شخصيا دايما كنت بحب تجرب اشياء غريبة يعني كيف اجتني هالفكرة انه انا صرت اكتب والعالم تبعاتلي تقولي نحنا بدنا اشياء بسيطة اشياء بسعر اقل وصباشل اليوم مثلا بيتابعوا يوتيوب او بيتابعوا انستغرام من الصبايا اكتر صغار يعني لساتهم بالمدرسة فما عندهم بجت عالي لحتى يروحوا يشتروا برودكت فهون انا بلشت اطلع على الثقافات الدول يعني مثلا اليوم نشوف نحنا باسيا عندهم موضوع انه يعتمدوا على الاشياء الموجودة بالبيت او بافريقيا او حتى نحنا العرب بالمنطقة يعني يوم متل ما بتعرفي مثلا بيقولوا الورد يعني عنا ما الورد بيستعملوا كتير بهدول الريتشولز عنا اللبان عنا كتير اشياء نحنا اجدادنا او ستي او ستك خلينا نقولي ممكن كانوا يستعملوا فانا حبيت اعمل اعادة احياء لهذا الموضوع ما بس حبيت اعتمد على موضوع انه يلا انا حقلكم هذا البرودكت تستخدموه وكتير منيح تستعملي انتي قبل بالبيت انا بستعملوا اكيد وهذا الشي انا يعني شوفي هي الا علاقة بالباشن كامريليا انا حدا كتير عندي باشن بموضوع الثقافة بالجمال خلينا نقول كيفينا نهتم بحالنا فصرت انا اطور حالي يعني يعني اليوم حمد الله بمجال الكيميستري وبمجال انه بيوتي انه دي اي واي هو الاشي منعملها بالبيت صرت اطور حالي اتعلم اعرف كل شي لشو نستخدموه لنفيني انا انا اجي اقول للعالم حطي مثلا هالشغلة عوشك وبكرا يصر لشي هون في مصداقتي انا فانا دايما بدي اعمل انه يمكنني اعمل انه you can use this واتساكي شو اكتر فروت او خضرة مهمة مفروز تكون متواجدة باكتر البرودكت نستعملون اكتر مثلا الخضرة بسانية البانان البانان الخيار شو بتعتي الموز البانان فيها بوتاسيوم كثير اوكي فهي بالتالي متل بتشتغل كولاجين للبشرة it's a natural collagen anti aging agents للبشرة فبيقولوا دايما حتى للشعر فيه بروتين لانه فاذا منستعمله مثلا مرة بالاسبوع مع عسى لنفط ريد او منستعمله مع لنقول مثلا مع لبن او لحاله حتى فهو بيعطي ترتيب للبشرة وبيعطي كمان مع الوقت كولاجين باوي الكولاجين فبالتالي بيخفف من التجاعد وخطوط التعبيرية خلينا نقول من اي عمر لازم البنة تبلش هدول الماسكات من اي عمر لازم بلش البنة تحط ماسك فيه كولاجين مثل ما عم تقولي او اذا بدك لازم تبلش تهتم بحاله اكيد بالمدرسة بالاسبعه حاجة لاغراض اقل من الناس اللي بيحاجة لكبار بالعمر كيف بتقسمي لهم ياه؟ لكي انا فيه شغلة دايما بقولة كل مرحلة عمرية مثلا من العشرين للتلاتين فيه اهتمام معين في نيزة معينة من قولون للاربعين اكيد تتابعونا وحابيلون يعطوه اكيد دايما بتكون بيهر تونتيز لازم تحتم بترتيب بشرتها وانو تحميها من الشمس لتحضرها لبعدين لانو هالمرحلة هي the most critical مرحلة لانو باذا بها المرحلة احنا ما منحتم ببشرتنا وما منحبها ما حناقدر نحافظ عليها بعدين مشانك للأسف منشوف كتير سبايا او سيدات بيوت بعد الثلاثين فجأة بصير بيلتجوا للتجميل لانو بيصير بيطلع لهم خطوط او بيطلع لهم مثلا مشاكل ببشرتهم ما فيهم يروحوا غير يروحوا عن دكتور فداسواي بهالمرحلة لازم دايما نستخدم نحنا SPF او هو sunblock كتير مهم سيف شتي ولازم نستخدم good hydrator يعني hyaluronic acid هو من الاشياء الخفيفة الموجودة باغلب البرودكت اللي هي اسعارها منيحة يعني budget friendly وموجودة بالhigh end وفينا نلاقيهم بمواد بالبيت ولا يعني بالبيت لازم نحنا هون نعتمد مثلا ماسكات نرتب بشرتنا نعطيها glow مثلا بهالمرحلة نحنا فينا نعمل مرة بالاسبوع نستخدم مالورد كتونر كتير بيساعد الصبايا هنه بيعطيهم توريد بيعطيهم glow لبشرتهم ومننتقل هلا عمرحلة الثلاثين وما فوق حتى ما نقول أرقام يعني المرحلة كل ما منزيد كل عشر سنين لانه بس نحنا نقطع الثلاثين نحنا الإفراز الكولاجين ببشرتنا بخف بنسبة 35% كل سنة فهون نحنا بحاجة لا نلجأ لشي اسمه anti-aging أو ضد الشيخوخة يعني لازم نرجع هون لمحاربة الشيخوخة عن طريق انه نستخدم كريمات يكون فيها رتينول لحتى نعمل تأشير للبشرة ونحميها وإذا عنا نحنا من قبل مشاكل من الشمس نصير نبلش نعالجها لحتى ما تتراكم معنا لبعد الأربعين بعد الأربعين هون منصير نحنا منلتج بقى أنه رتينول بالإضافة إلى vitamin C بالإضافة إلى other agents حتى يعني أنا ما بدي كمان حدد لأنه اليوم بعد عمرة معين كل سيدة مثلا ممكن في عالم يطلع لهم تشاط بعد الأربعين هون نحنا منلتج لشي اسمه hidrokinon بس طبعا مو كل حدا يعني فيه ويعتمده وطبعا أنا بدي يقول شغلة كتير مهمة نحنا يمكن ما عنا كتير السقافة أنه الصبي يمكن الجيل اللي جديد الهلأ عمرهم 14-15 عندهم السقافة أكتر من الجيل اليوم نحنا الفوق 25 خلينا نقول بس نحنا الفوق يعني نحنا الـ late 20s ممكن ما كان عنا هالسقافة من 10 سنين ممكن مع السوشيل ميت جا صار عندهم كونيسانس أكتر صح عم يشوفوا من الناس مثل كون متابعين فولوورز عم بيتعلموا طب نسأل سؤال شوية يعني شوية يمكن فيه صبايا بيندموا هنين بالـ 20s مهتموا بحالهم واليوم بدون يضطروا بدون يهتموا بحالهم بس بي بجأة كتير صغيرة سبشالي وضع البلد ووضع هيدا اللي عم قطع فيه شو بتنصحيون البلزا بايدوني بالشو من العتبري من الـ 30 وما فوق يهتموا شو أول تبس تقولي لونياها؟ هلا أنا بدي أقول شغلة للـ 30 قبل إذا عندكم صبايا صغار يعني عندكم صبايا بسن المراهقة ما تحملوا وون يعني إذا شايفينو أنت بنتك عم بيطلع لها أكني أنو عنده شي بيسمو حب الشباب بهالمرحلة العمرية خدوا وون خليون شوفوا دكتور لأنو هاي المرحلة هتسبب لبعدين اللي تسيقى بالنفس أما الصبايا الهن فوق الثلاثين فيهم دايما يحتموا أنو يرتبوا يستعملوا سون بلوك ويستخدموا بالبيت مثلا ماسك يستخدموا ماسك بالبيت مثلا تورماريك أو هو الكركم أنا بشوفوا هذا السحر يعني اللي يتابعني على انستغرام بيقولوا دايما ماريلين تورماريك فينا نستخدم التورماريك مع العسل واللبن مرة بالأسبوع راح يعالج موضوع إذا عنا أكني سكارز أو تشات من حبوب سابقة أو عنا تصبغات من الشمس أو حتى إذا عنا مثلا حالات سود بس ما منقربه تحت العين أو عنا مثل عدم توحد بلون البشرة يعني أني إذن سكن تون وكمان اللبان بيساعد كثير إن هو بيرطب فيه لاكتك أسد فبالتالي بيزيد مرونة البشرة فينا نستخدم الموز مثل ما خبرتك كيف يلقدي الفترة لا زي ما نبنيش نحط ماسك عو الجنار؟ مرة لا مرتين بالأسبوع مو أكتر أوكي إن كل شي بيزيد عن حدو بيقلو بددو لأنو فأنا بنصح نو مرتين بالأسبوع بيكفي فينا نعمل مثلا نلجأ إذا عنا هالات سود في عالم كنب هالفترة لأنو فيه استرس ووضع البلد عام نعيش مرحلة صعبة شوي فبتلالي هالمرحلة مكم عم تسبب استرس للعالم إذا طلع لكون أكني بها الفترة ما تخافوا هذا الشي كتير طبيعي هو نعجم عن السترس هون لازم ننظف أكل ماء يعني أنا اليوم معني دايتشن بس الأكل بيلعب كتير دور كبير بنقاء البشرة نلجأ ننشب كتير ماء نلجأ إنو ما نعكل إشياء سبيسي ما نعكل إشياء مقلية سكريات والديرين بعد عنهم إذا إحنا بيسببوا لنا الديري والسكريات إن أكتر شغلتين بيسببوا استرس أكني ماغيلين هلا بالشمس وهلا قطعة الصيفية في ناس لالون تجدر وسر في ناس لالون بقع بيوجهون عكترة الشمس واليوم ونبدل بدون إياهون أهم بوينت لازم ننصحون فيها شو يعملوا؟ أولاً أي حدا أي عمر لازم نستخدم نحنا SPF 30 بالشتة إذا ما عم نتعرض للشمس بشكل مباشر إذا عم نتعرض للشمس بشكل مباشر 50 is a must مع إعادة تطبيق كل ساعتين طب في هدول من البرودكت عب تقولين لنا هون للوج للبشرة للشعر يقول لك بدنا نطول شعرنا بدنا نفتحه بس ما رح نسبوغ لأنه منخاف عن وعيته شو بتنصحيون؟ أنا ما بنصح بأنه نحنا نفتح شعرنا بمواد طبيعية لأنه هو بيضر أكتر أكتر من الصبغة يوم صار في بسوق صبغات خالية من الأمونيا خالية من مواد المدرة وإذا كان الكوافر شاطر وبيعرف كيف يسبوغ بس أنا هون بنصح أنه حتى الشعر مثل بشرتنا نحتم فيها مرة بالأسبوع لازم نعمل ماسك حسب حاجة هل يوجد تعطي المشاهدين كشوية تيبس يعملوها للويك أنت ماسك للشعر في هنا نستعمل زيت الزيتون موجود بكل بيت فينا نستعمل أطراف الشعر لترتيب الشعر أو قبل الحمام مرة بالأسبوع في بروسس بيسموها هوت أويل اللي هو منحط عدة زيوت مع بعض أنا شخصيا بنصح أنه نستخدم زيت جوز الهند مع زيت الزيتون مع زيت الجرجير أو مثلا فينا نستخدم زيت الأفوكا أو حتى نستخدم زيت الأرغان أي مثلا زيتين الثلاثة ندمجهم مع بعض بنسخنهم شوي بنحطهم بالمايكرو ويف لمدة عشر ثواني بس لهيك يكونوا مع بعض سباش لنوزيت الكوكونات أيام بيجي جامد إذا كان أصلي مظبوط وهذا اللي أنا بفضله طبعا منحطهم من فوق الشعر؟ منحطهم من فوق الشعر هيدول ماسكات شو بيعملوا أكتر شيء؟ بيقوبوا صيلات الشعر بيخلوه ينمى بطريقة صحية وبيرطوا الشعر وبيحموه مع الوقت بغلفوا الشعر فبالتالي هي شعرة لما بتتعرض للحرارة أو للصبغ ما بتكونناش فيه فهي ما أنا بحاجة لأنه تسحب هالمواد الضارة الموجودة بالستايلينج بوعدكتس خلينا نقول أوكي منحني هو صغار بكل الكارتونز وهيك منشوف بيحطوا خيار على عيونه فينا نفسر لي عن مزبوط بيحطوا هيدا الشيء ولا شو الأدت فاليو تبعوه؟ خيار فيه نسبة سبعين لثمانين بالمئة مي فبالتالي مثلا بيقولولك إذا بتحطي خياره بكاسة مي فأنتي هافنك توايس لأمونت اف ايتش تو او فداتس وي نحنا لما نسامق الخيار هو بيرطب يعني هو مثل كأنه نحنا عم نعطيه مي طبعا أنا حقولهون إذا أكلنا خيار فوقده أكتر مثل الخيار بيعطي ريفرشمنت يعني إذا واحدة عيونه من السخين وإذا عندك خيارة مثلا حطيها بالبراد قطع طيها عندك مثلا ميتنج لانفطرد أو رايح على الشغل وحس حالك تعبانة حطي خيارة على عيونك حيعمل دي بوفنج وبنفس الوقت هيعطي هيكة مثل فرشنس بس إذا نحنا بنا نعتمد أكتر أنه نروح السواد فينا نستخدم البطاطا البطاطا في نسبة نشا كتير عالية والنشا هو واحد من الأجنس اللي بيساعد على التبيد فبالتالي إذا بنحط سلايس بطاطا تحت العين كل يوم أو نبشر البطاطا في جوز تبعه ومنلقه مثلا بكوتن باد ومنحطه تحت العين بهالطريقة مثلا هيكة نقطة نحطه يوم أي يوم لأ هنلاحظ فرق سواد تحت العين وحتى بخفف من التجاعيد اللي ممكن تطلع اللي يسمون كروز ايز حوالين العين رح يساعد انه يخفف مننه واو بتعرفينه كل العالم بيفكروا بس الخيارة اول مرة يمكن قليل من العالم انا بيناتهم بعرف انه البطاطا بتشيل من البلاك تبع وفي اشي عفكرا ما لازم نقرب عليها ابدا مثل مثلا في عالم بتفكر انه إذا استخدموا ليمون الحامض يعني الحامض ما بيتقرب على الوجه ابدا خاصة تحت العين كل شي فيه اسدتي عالية كل شي مثلا إحنا لما مندوقه نحس انه فيه اسيد هذا ما منقرب عليه عوشنا ابدا مثلا اللبن فينا نستخدمه عوشنا بس مش تحت العين منطقة تحت العين منطقة كتير حساسة وباردة لكت فما لازم نقرب للاشياء اللي ممكن تسبب حموضة او حرقة يعني تحت العين فينا نستخدم بس بطاطا خيار فينا نستخدم نشا مع ماورد وكل شي انا بنصح فيه اي شي طبيعي او مش طبيعي نستخدمه على منطقة نقطة نشوف اذا ما نتركه ع دقيقتين ما سبب لنا احمرار ما سبب لنا حرقة منكمل ما انه نقول والله اليوم ماريلين بتحط بطاطا ممكن مثلا يكون نسبة واحد بالمية من الاشخاص خاصة البشرتهم بثير حساسة يتحصص مش انه كل شي بيزبط على كريستل بيزبط على ماريلين نعمل تست اذا منا مجاربين هالشي بس اليوم نحنا اغلب البرودكت المشتريهم من السوق هنن مبنيين على اساس اشياء طبيعية فنحنا خلينا نعتمد على الطبيعي لنوفر بهال ايام ونستفاد اكتر اكيد ماريلين ايام ناس بتوعها تحسي فيك انه تحت عيونهم بجبيني ما بي ممفوخين اذا بدك شو بتنصحيهم لهايه اللي بكون عندها تصوير او عنده ميتينك مش للسواد النفخة هذه النفخة من وين تجي وشو بتنصحي يعملوا اول ما يوعوا ومجبورين يظهروا من البيت هي هي لانو التضخم الاوعية الدموية اللي بتكون موجودة تحت العين هون يعني متل ما خبرتك الخيار اذا كان في عنا خيار كيوكمبر محطوط بالبراد نعملوا سلايس او فينا نستخدم معلقة منخليها بالفريزر او مثلا شو منعمل منجيب بالكوتن باز الديسك منحطهم مثلا بماورد ومنخليهم مثلا بالفريزر منشيلهم بس مثلا ما انو يكونوا كتير مجمدين نتركهم شوي يكونوا هيك من مرؤون مسحة البرودة هي اكتر شي حيشيد لانو حيعمل اعادة تنشيط الدورة الدموية فبالتالي هالبوفيناس حتخف لما نعتمدها واو ماريليين نحنا هلا بهايدي الفترة عم نقطع بفترة كتير بشها سباشيلي من بعد اربع اب العالم كلها نسيت شوي تهتم بحاله ومع عندها وقت اذا بدك في ناس ان عندهم جروحة وسكارف بوجه بشباشرتهم ان جنرال ما تمان قول بس الوجه شو بتنسح اياملو تما يعلم هيدا الشي مع الزمن اكيد دايما انا بقول شي وخاصة بعد الفاجعة اللي ما رأنا فيها هدول ما حنسميهم سكارز انا بسميهم بيوتي ماركس يعني اليوم اي شخص نجا من هاي المرحلة او طلع من هاي الفاجعة نصيحة خلوه زكرة حلوة انو انتو شجاعين بس اذا حدا متدايق يعني ممكن في حق عالم يقولوا انا ما بدي في كريمات نحنا هون نلجأ لدكتور هو بيعطينا كريمات بيعالجوهن او فينا نحنا اذا حدا متدايق كتير فيه اليوم بالميكوب فينا نغطيهم وكمان الشمس يعني نصيحة الاهم اي الجرح موجود هو بيغمق على الشمس فبدأنا نحاول نحافظ على هذا الجرح من الشمس لحتى يصير فيه هيلنج مية بالمية وفينا نستخدم مثلا نرتب هالمنطقة لحتى لانه اذا كان فيه عدم ترتيب فينا ناخد حبوب كولاجين لان الكولاجين هو اهم شي لعادة المرونة للبشرة لحتى تعالج نفسها فينا ناخد كولاجين فينا نرطبها نستخدم بادي لوشن اذا كان بالجسم او بالوش فينا نستخدم كريم نحمل هالمنطقة من الشمس كتير فينا نستخدم ميكوب اذا نحنا عم نقول ما حق انطر انا انا بدي هلأ ما اشوف هدول السكارز في ووتر بروف ميكوب فينا نستخدمه قبل ما نختم معيك ماريليين بس كيف فينا نعمل تعطينا على السريع روتين النهار كيف لازم نهتم فيه اول ما نوع شو اول ستاب لازم تنعمل لو اتمنى لانه ما حطول لانه اذا واحدة ما بدي كتير تقول ماريليين حتطول هلأ ما حق اعمل كل هيدا احنا مشي نقول واحدة بس توقع تغسل وجه لانه في عالم بيوعه بيغسله بس بالماء لانه منستخدم كلانزر او ما حقول صابون كلانزر غسول يكون مناسب لنوع بشرتنا هو هذا الكيه اهم شي نعرف نختار شو نوع بشرتنا نغسل بشرتنا نستخدم كرام للبشرة لانه بده ترتيب نستخدم بعدين SPF او sunblock اذا طالعين من البيت ضروري ضروري بعدين لازم نحنا بالليل نغسل اذا كنا حاطين ميكوب نغسل ووشنا كتير منيح من الميكوب لانهو الميكوب الشي الاساسي اذا نمنفي حنخاتير وحيسبب مشاكل ونغسل الميكوب بطريقة كتير منيحة فينا نستخدم اذا كنا فوق 30 ساروم anti-aging بعضو كرام لمنطقة العيون وكرام للوجه او اذا احنا ما بدنا نعمل كل هاد فينا نستخدم وان برودكت هو فيه كل الاشي اللي احنا بيحاجي لإله فتس باري سيمبل ننظف بشرتنا ونعطيها ترتيب مناسب مرسي كتير ماريلي لوجودك وعالكيبس الحلوين اللي اعطيتنا يا هون تعلمنا كتير منك مشاهدينا وصلنا لختمة حلقتنا لليوم نتمنى لكون ويكند كتير حلو فيكم ترجعوا تشوفوا كلها النصايح والحلق اليوم على الساعة الستة واكيد على صفحتنا على مريم تيفي على ستة ونص واكيد على حلقتنا مريم تيفي نستشعر مشوفكم نيوم ناكس ويكو وهافا نايس ويكند اشتركوا في القناة